مرحبا معكم كارمي شماس اليوم بدي أحكي عن السبت سبعة أدار مارس اليوم الأمار مرافقنا من برش ناري برش الأسد والأجواء مفروض تكون اليوم حلوي يوم السبت لموالي برش الأسد بالطليعة أيضا موالي برش الحمل موالي برش القوس ها هي الأبراج النارية كمان في عنا اليوم يلي عنده ظروف حلوة بيقدر يستفيد منه ويقضي نهار حلو هو مولود برش الميزان وكذلك مولود برش الجوساء لكن كيف بدأ تكون كل الأبراج؟ هل يترى كل الأبراج مثل بعضها؟ هل يترى بقية الأبراج نهاره عاطل؟ لا كل برش عنده نوعية سبت اليوم مختلفة عن غيره البداية مع برش الحمل يلي اليوم مفروض يكون يوم سبته مفروض يكون يوم سبت ناشط مفروض يكون يوم سبت لامع مفروض يكون يوم سبت بيمبسطه فيه بيفرحه فيه بيتصالحه فيه بيدجه فيه بعجه فيه لكن أجواءه كتير حلوة وأجواء هايسة وفرح ومرح الأنشط يلي اليوم فعلا نهاره كتير حلو وممتاز هي موالي شهر أب أغسطس بالنسبة لبرش الثور اليوم مولو ببرش الثور عجقتك اليوم سبت اليوم عندك بتقضيه على الأرجح نوعيته هي نوعية عائلة نوعية تشغل بيت تنظيف تعزيل تشيله تحطه زيارات أخذ عطا مع كل الأفراد العائلة أو مع مسألة عائلية مخصصة أنت بتركز لوقتك الجو متعب شوي متعب شوي لكن منو جو مزعج ففيك تطول بيلك ونهارك وسبتك بيكون كتير حلو وبتقدر تقضي ويك أند ممتاز بتبقى الأكثر حظا 21-22-23 نيسان أبريل بالنسبة لبرش الجوزاء اليوم نهاره كتير حلو مولو ببرش الجوزاء منتظارك عطلة أسبوع راكدة عم تركض سوري مش راكدة عم تركض ركض والجو نشيد جدا ما بتهدى ما بتهدى إن كانوا الأصحاب إن كانوا الأهل إن كانوا الأصدقاء إن كانوا الأولاد كله على بعضه الكل عم بيركد والأجواء عندك بعتبرها مميزة وبعتبرها إيجابية وبعتبرها حلوة وبعتبر أنه قادر مولود برش الجوزاء يقضي يوم سبت رائع جدا كلكن محظوظين بصراحة بنت إلا برش السرطان مولو برش السرطان منع الأبراج يلي انهاره فيكون يوم السبت فيكون يوم سبت ناجح فيكون يوم سبت مثير التطلعات والتوقعات المهمة الحلوة ما تنسى أنه الشمس موجودة برش الحوت صديق لألك وبالتالي كل الجو عم بيشتغل معك يوم السبت أنت بتعمله بتفبركه على زوءك بتقدر تعمله تعجنه على زوءك يوم ربح يوم حب يوم رومانسيات كله بيمشي حاله كلكن محظوظين حتى يلي مواليد تموس يلي عندهم ظروف شوي صعبة من سحل وبلوتو كمانا بيقدروا يقضوه نهار جيد جدا بالنسبة لبرش الأسد ومع وجود الأمر ببرشك طبعا مفروض تكون أنت من الأبراج الأكثر حظا مفروض تكون من الأبراج الأنشط مفروض تكون من الأبراج الأكثر فعالية فيه احتمال أنه مولو برش الأسد ما يعمل شي ما طالع بيله يعمل شي طالع بيله أنه يتكسلا يرتاح مرأ ليومين ونص ما كانوا سهلين طالع بيله أنه ما يعمل شي لكن لازم تتحمس اليوم مولود ومولود برش الأسد لازم تتحمسوا لازم تعملوا كل شي بصراحة عنكن اليوم كل النهار وبكرة صباحا الجو ولا أجمل من هيك وين ما كنتوا عم بتتابعوني سواء أن كنتوا بكل العالم كل القرى الأرضية اليوم جميع مواليد برش الأسد نهارهم ممتز كلكن محظوظين كلكن محظوظين بشكل خاص مواليد أب أغسطس أما بالنسبة لمواليد برش العذراء فأنهارهم ما كتير فيكن تتكلوا عليه إذا بتكن تتكلوا على هيدا نهار بتطلع سلكون فاضي لأنه فيه احتمال إنكم تطلعوا زعلانين أو نقزانين أو ما نكون كتير مبسوطين أو عتلانين هم إنه فلاني يزعل أو أنتوا تزعلوا حدا بيكن تنتبهوا خاصة إذا فيه عنكن سفر خاصة إذا فيه عنكن عمل مهم موعد مهم نتيجة مهمة هيدا فترة ما فيكن تتكلوا أبدا علي على الحظ عدوا ارتاحوا ما تعملوا شي فقط أمور كتير بسيطة وكتير صغيرة وانتبهوا لصحكم مواليد 11 و 12 أيلول سبتمبر بنت إلا برش الميزين مولود برش الميزين الجو اليوم بعتبروا عم بيتعاون معكن عم بيساعدكن وعم بيعطيكن كل الحصوص وعم بيخليكن تفرحوا وعم بيخليكن تنبسطوا بالموجود اليوم مولود برش الميزين قادر أنه يخترع كم شغلة قادر يقضي وقت ممتع مع الناس اللي بتحبوا مع الناس اللي بيحبها مع الناس اللي ما بيعرفها فيكن تعملوا كل شي كل شي بيدخل على نهاركن اليوم حلو في جو من السعادة بلحظة معينة فعلا بتعطيكن الشحن الكافي لتكملوا بنهاركن وبيعطلت أسبوعكن كلكن محظوظين بصراحة اليوم بنتقل لبرش العقرب اليوم مولود برش العقرب الجو عندك اليوم بحاجة إلى إلى التأني بيكون تعرفوا شو عم تعملوا شو عم تحكوا مش إنه خلص الشمس موجودة برش الحوت فينا نعمل شو ما بدنا لا اليوم هناك مربع من الأمر معكم مع برشكم فباكن تنتبهوا في تأني بيمشي الحال في الحذر بيمشي الحال مش متل ما نحنا بنقول باللبناني بنقطع شو بنشرح يعني شو ما حكينا بيمشي الحال لا بتقولوا تكونوا فهمانين ووعيين لكل الأمور في ظرف بيمروا عليكم اليوم السبت بيطلب منكم كل التركيز لحتى تقدروا تقطعوا هيدا الظرف بنجاح وبتقدروا لأنه الجو العام إيجابي بس ما تنزعوا ما تخبصوا بشكل خاص 27-28 أكتوبر بنتقل لبرش القوس اليوم مولود برش القوس معاتي فرحته لحدا اليوم مولود برش القوس بيضب الشنطة وبيروح والبدو يروح معه يا أهلا وسهلا اليوم مولود برش القوس بدو يفرح بدو يهيس الجو كان متعب من أول أسبوع ورح بيكون متعب بنهاية الأحد والتنين فبالتالي مطلوب منكم مولود برش القوس اليوم بتاخدوا كل الطاقة الإيجابية تتصالحوا مع ذاتكم أول شي بس لما تتصالحوا مع ذاتكم بيمشي الحال وكل شي بهون اليوم نهار ممتاز لحتى تعودوا فيه عن نوم عن سهر عن فرحة عن طهييس عن احتفالات عن إيجابيات عن مصالة عن تسوية اللي بدكني كلكن محظوظين اليوم شكل خاص موالي ديسمبر بنت إلا برش القوس دي اليوم مولود برش القوس دي كان عم بيعاني انتهينا من هالقصة اليوم مولود برش القوس دي عم بيرجع نوعا ما عم بيرجع ينقش على الحجر عم بيرجع يأسسه عم بيرجع يوضحه عم بيرجع يبني او اجواء جيدة وحلوة بترافقكن وما تنسوا برش عم بذكركم انه جميع موليد شهر ديسمبر محظوظين جدا بسنة الـ 2020 وايضا موليد واحد تقريبا لعشرة كانون التاني يناير انتو صرتوا على خط شط الامان ومحظوظين جدا فبيبقى شوي تعبين هو مولود العشرية الثالثة بجميع الاحوال حتى مولود العشرية الثالثة في عنده حظوظ دسمة جدا 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 بسنة الـ 2020 المهم بهيدا النهار بتكون تشتغلوا وبتكون تتركزوا وبتكون تطعتوا من قلبكم مش انه كيف ما كان اشتغلنا اليوم مولود عشر شدي في عنده نوع من ضرورة لحتى يفكر هاليا ترى اخطأت هاليا ترى حدا نزعل مني يمكن ما فرقاني معك لكن انت يمكن فرقاني معك يمكن زعلت اهلكم يمكن زعلته احبائكم اولادكم يمكن على التليفون بعدتوا مساج منه كتير لائقة فيكن حابين تتراجعوا عنه فقدر اليوم مولود عشر شدي يرجع يدوسن هالامور ويرجع يرد لمجرها الطبيعي لكن في عندي كوكب المريخ بحذركم انه كونوا حذرين تبهوا من السرعة تبهوا من المشاكل بعده عن الاماكن الموبوءة الاماكن الخطرة موليد 3-4 و 5 كنون الثاني يناير بنتقل لابرشد دلو اليوم مولود عشر دلو نبهتك انه في احتمال تكون عشوائي اعتباطي انفعالي وفيك تكون ماشي من هالامور فيك تكون رايق وهيدي فالحل بايدك القرار بايدك تعمل بدك يه لكن لازم تعرفوا انه عنكن طاقة هائلة وجارفة سيطروا علايا اذا عنكن اكتر من لقاء اليوم اتصرفوا بطريقة هيدي ولائقة لحتى ما تجروا لحالكن سمعة سلبية ما يقولوا عنكن انه سائلين نتقال ومشكل شيء كلكن نشطين لكن نضبطوا طريقة نشاطكن نوصل لبرش الحوت اليوم مولود برش الحوت نهار طويل ما بيخلص اليوم السبت سبت طويل العائلة الولاد انتو عندكن كتير شغل من الاسبوتة اللي ما كتير بترتاحوا فيها بس يمكن لانه انتو طالعا بالكن هالشي يمكن انتو رايدين انه تخصصوا يوم السبت للشغل في طاقة حلوية للشغل فشغل المدرسة شغل الجامعة شغل البيت او بدكن انتو جيبوا اشغال اضافية وتعيش او حالكن تروحوا السوبر ماركت جع تروحوا عالمولتو جع تعملوا هيك وهيك وهيك نهار فيكون نهار طويل المهم ما تستنفذو كل طاقتكن بختم مع مولود اليوم اللي لمولود اليوم هايدي سنة على ارجح فيها اكتر من فكرة لا تشتغلوا علي على اساس هي شغل على اساس هي درس جديد على اساس امور صحية فيه نظرات وفيه تطلعات مختلفة لهيدي السنة بتقدروا تنجحوا فيها تماما لكن خط طولة قبل بوقت من هلأ لحتى السنة التالية تكون ممتازة وتحضر السنة التالية بده تحضر السنة التالية للسنة اللي بعدها هي اللي رح بتكون رائعة ادار مارس نيسان ابريل تموز يوليو نوفمبر هني من افضل الاشهر بده اتمنى لكون نهار كير كتير حلو نهار سابط حلو ويكند مفيد ومنلتقي اذا الله راد مع ابراج كل يوم ابراج الاحد بودعكن باي باي